اشتركوا في القناة النهاردة موضوع حلقتنا هيكون عن تدريب الكلب على الدوران شمال الدوران شمال هو امر مهم جدا انك تدرب الكلب عليه علشان وانت بتتحرك الكلب يتحرك معاك بالشكل جميل وكمان بشكل احتراف خطوات تدريب الكلب على الامر ده محتاج منك اهم شي ان يكون الكلب عارف امر هيل بشكل احترافي امر هيل ان يكون الكلب ماشي جنب رجليك مزبوط علشان تدرب الكلب على الامر ده هيظهر لك شريط فوق اضغط عليه وشوف ازاي تدربه على امر هيل بشكل احترافي وبعد ما دربنا الكلب على امر هيل بشكل كويس جدا والكلب بقى بيمشي جنبك بشكل كويس جدا هننتقل للخطوة التانية الخطوة التانية هي عبارة عن ممكن تجيب بلاطة مدورة زي ما احنا شايفين الكلب واقف عليها دلوقتي حالا او ممكن تجيب اي شيء يكون مرتفع عن الارض ويكون مدور وحتبدأ ان انت تخلي الكلب يقف عليها زي ما احنا شايفين كده وتحاول ان انت تدي له الاوامر والكلب حاطت رجله الاتنين اللي قدام عليها حاول بقدر الامكان انك ما تخليش الكلب ينزل من على الحجرة او من على الشيء المدور اللي انت حطه قدامه وحتبدأ تدي له امر ست وامر داون وامر ستي كل اوامر الطاعة الحرقية اللي هي بتبقى في مكانه الخصوصية حسنا السبب 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 الس��세요 السبب الخطوة التالتة واهم خطوة انك تبدأ تتحرك جنب الكلب ويكون شامم ريحة المكافأة في ايديك وتكون قرائبة منه طبعا هي هنا مش واضحة قوي لان الكلب اصلا عندي هو متضرب عليها كويس جدا فبيلف معي عادي لكن اللي انا بشرح لك ده هو اللي انا كنت بعمله الاول قبل ما هو يعمل الحركة دي انه يبقى شايف المكافأة في ايدي وانا بتحرك بالراحة جنب الكلب وبيبدأ الكلب يلف معي بنفس الخطوة سنة سنة وكل خطوة بيمشيها كل خطوة واحدة ببدأ تديله مكافأة يعني المفروض ان هنا كده ياخد مكافأة في اللحظة دي وبعد كده لما تلف كمان خطوة تبدأ تديله المكافأة التانية يبدأ ياخد المكافأة التانية بعد كده لما الكلب بتلف بيه لفة كاملة هتبدأ تديله مكافأة بكده هتبقى دربت الكلب على امر الدوران شمال بالطريقة دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة يارب نكون استفادنا بالحلقة ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد وان شاء الله اشوفك على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر